يعني اتصور انه هذه الدعوة هي مجرد هواء في شبك كل ما هنالك هي لحفظ ماء الوجه لا اعتقد ان هناك نتائج ستخرج مختلفة غير ما بيانته المفاوضية واكدته اكثر من مرة ولكن هو ربما يريد ان يعطي لنفسه ولتحالف الفتح وخاصة لمنظمة بدر يريد ان يعطيها سقفا تفاوضيا عاليا اعتقد ان تحالف الفتح وكما شاهدنا بان يرضى بان يجتمع مع السيد مقتدى الصدر هو اصلا قبل بوضعه وقبل بان يكون خاسرا وان يبحث عن بعض المغانب لهذا لا اعتقد ان هناك اي اهمية مطلقا لهذه الدعوة التي قام برفعها السيد هادي العامل ليش لا اهمية ممكن على اثر هذه الدعوة ترغي الانتخابات استاذ مقداد اولا يجب ان نفهم مسألة يعني اعتقد كلش مهمة المحكمة الاتحادية من اهم الوظائف بالنسبة لها هي الحفاظ على النظام هي الحفاظ على النظام والنظام ماذا؟ نظام نيابي وعملية انتخابية اذا قامت المحكمة الاتحادية بالطعن بشرعية عملية انتخابية كل المجتمع الدولي اكد على نزاهتها او بانه ليست هناك من ادلة صريحة على التزوير اذا هي قتلت هذا النظام وطعنته في القلب فكيف تقوم المحكمة الاتحادية بطعن النظام هي تود الحفاظ عليه هذا واحد المسألة الثانية والمهمة ايضا المحكمة الاتحادية سوف تحكم ضمن ادلة وليست هناك ادلة ترقى الى مستوى التزوير او ترقى الى مستوى الغاء العملية الانتخابية اشتركوا في القناة